تتكرر التصريحات الصادرة من قبل المنظمات الدولية بأن أزمة اللجوء السوري هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى تكرار دعوات لتكاثف الجهود من أجل تقليص الأثار السلبية للأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على الأمن العالمي وفق ما صدر من قبل إدوارد كولين المنصق المقيم للأمم المتحدة ومنصق الشؤون الإنسانية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الحكومة الأردنية عقد في عمان بنهاية زيارته للمملكة عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية له ثمن كبير وسيرتفع هذا الثمن أكبر كلما طال أمدها الأزمة السورية تشكل تهديدا للأمن العالمي وأكبر أزمة لجوء إنساني بعد الحرب العالمية الثانية ولتقديم استجابة شاملة لأثر الأزمة السورية في الأردن قامت الحكومة بإطلاق الخطة الأردنية للاستجابة لهذه الأزمة والتي تقوم على الجمع بين العمل الإنساني والمساعدة الإنمائية وإنشاء الصندوق الإتماني بالشراكة بين الحكومة الأردنية والأمم المتحدة نحن نعلم أن الأردن لم يخطر أن يكون جارا لهذه الأزمة ونعلم أن ديكتاتورية الجغرافيا هي التي أملت هذه الأزمة لكن نؤكد على أن الأردن يقوم بواجباته الإنسانية تجاه الأشقاء السوريين بالنيابة عن المجتمع الدولي في حين ستعمل الحكومة الأردنية على زيادة حجم التمويل للخطة من أجل تقديم المساعدات للاجئين والمجتمعات المستضيفة كما جاء ردا على سؤال لأورينتو نيوز حول وقف وتخفيض المساعدات للاجئين خارج المخيمات سنستمر بشكل مكثف على بذل أقصى الجهود الممكنة لزيادة القدرة على حجم التمويل لدعم خطة الاستجابة الوطنية وزيادة المساعدات التي توجه للأردن لكي يستمر في تقديم الخدمات للاجئين ويشكل اللاجئون السوريون 20% من سكان الأردن 85% منهم يقتنون خارج المخيمات في حين يصال حجم العبء المالي على خزينة الدولة أكثر من مليار دولار أمريكي هاني موعد أورينتو نيوز عمان